اشتركوا في القناة في سبيل تعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين وإسهامات المرأة الخليجية بالإضافة إلى مشاركتها في العمل السياسي فعلاً هذه كانت اليوم الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي مجموعة كبيرة من دول الخليج العربية لوقود المشاركة اشارك من البحرين أيضاً الأستاذ دلال الزايد من نجيك الشورى رئيسة اللجنة التشريعية وشاركت أيضاً السيدة زينر عبدالأمير والدكتورة مريم الضاعن الحقيقة أنه فعلاً كان فيه ثلاث محاور كما ذكرت تمامي أدوار البرلمانيات وجهود مذولة في سبيل تعزيز المساواة وأيضاً الحص على زيادة النساء في العملية السياسية طبعاً وصف الشعب البرلماني تفرق إلى مؤشرات المرأة البحرينية في الحياة السياسية وأيضاً أعطينا العديد من الأحصائيات في هذا المجال والمقارنات منذ أن بدأ الحراف السياسي في البحرين أو إعطاء المرأة الحرية السياسية في عام 2002 مع المشروع الإصلاحي بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وتنامي دورها من 2.5% في عام 2006 إلى أن تحتل اليوم المرأة البحرينية 20% من مقاعد البرلماني بالإضافة إلى زيادة أيضاً عضوات مجلس الشورى اللي بشكلنا تقريباً 25 بالمئة من مجلس الشورى من الأعضاء طبعاً تداول في الشعب البرلماني أيضاً حصائية مؤشرات مرأة المملك المحرين على صعيد أيضاً المشاركة الاقتصادية المرأة في سوق العمل المشاركة السياسية في السلطة الشريعية والقضائية والتنفيذية وأيضاً بخصوص عملها في المجال الدبلوماسي وأيضاً المناصب الإدارية والدرجات الأكاديمية وأيضاً استعرضنا مع الوفود الأخرى الجهود السلطة التشريعية في مجال دعم المرأة وأبرج التشريعات الصادرة في هذا الشأن كان على رأسها قانون الأسرة ومرسوم رقم خمسة لسنة 22 وتعديلاتها بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة طبعاً الجميع الوفود استعرضت لدور المرأة في دول الخليج العربية ويبدو أن هناك ستكون أيضاً لجان مشتركة لدعم عملية النهوض والمرأة وقد بينا خاصة من نسبة البحرين أننا تجاوزنا موضوع التمكين ودخلنا في موضوع تقدم المرأة ونهوضها وتبني برنامج الحكومة إلى احتياجات المرأة وأيضاً ركزنا أو صلتنا الضوء على دور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة السبيسة بن إبراهيم الخليفة ودور المؤسسات الأخرى في دعم العملية السياسية بالنسبة إلى المرأة في مملكة البحرين نعم من الرياض سعادة الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر